بسم الله الرحمن الرحيم زي ما نهينا في الفيديو اللي فات ان احنا اتكلمنا فيه عن المجموعات الوظيفية وقلنا ان بسبب وجود المجموعات الوظيفية في المركبات قدرنا نقسمنا المشتقاط لتمن عائلات وفي مركبات كمان زيادة ولكن مش هنسمع عنها طيب وقلنا الحاجات اللي احنا هنكمل دراستها هنتكلم بالتفصيل عن الكحولات والفينولات والاحماض الكربوكسيلية والاسترات فهنبدأ مع بعض في الفيديو ده هنتكلم فيه عن تصنيف الكحولات والتسمية بتاعتها وإيه هي أصلا الكحولات بس فيه دايما كده سؤال بيجي كتير في الامتحانات بيقول لي إيه إيه علاقة الكحولات الأول بمين بالفينولات والله تعالوا نشوف الكحولات إيه تركبها العام أو الصيغة العامة دايما بتاع الكحولات إيه إنها عبارة عن مجموعة ألكايل بتكون متاصرة بالمجموعة الوظيفية مجموعة الهايدروكسيل يعني بتكون مشتقة من مركب ألفاتي على عكس الفينولات اللي بتكون مشتقة من مركب إيه من مركب أروماتي ولكن هي هي نفس المجموعة الوظيفية طيب إيه السؤال اللي بيجي بيجي لي كده يقول لي علل تعتبر الكحولات والفينولات مشتقات يقول لي إما مشتقات ألفاتية وأروماتية أو يقول لي إنها مشتقات للماء طيب واحدة واحدة بيقول لي دلوقتي إن الكحولات مشتقات ألفاتية وأروماتية والله دي واضحة لأن الكحول هو عبارة عن مجموعة ألكايل اللي هي جاية من مركب ألفاتي بتتصل بالمجموعة الوظيفية أو إتش فبالتالي تعتبر مشتقة ألفاتي كويس طيب التانية الفينولات عبارة عن إيه مجموعة أرايل مشتقة من مركب إيه أروماتي طيب إيه بقى بتاعة الماء دي دي اللي إحنا عايزين نفهمها شوية هو إيه تركيب الماء وإيه علاقته بتركيب الاتنين دول الماء عبارة عن إتش تو أو يعني زارة أكسوجين متصلة بإتش ومتصلة بإتش فنقدر نعتبر أن الماء بتتكون من إتش في طرف و أو إتش في طرف إيه علاقة التركيب ده بقى بتركيب الاتنين قال لي أصلا ببساطة لو أنا جيت بدلت الإتش دي بمجموعة ألكايل بدل الإتش فكده تبقى أر وإتش يعني بقى أكحل ولو بدلت الإتش دي بمجموعة أرايل فخلاص كده بقى إيه بقى فينول يبقى أنا دلوقتي لما يجي يسألني يقول لي علل تعتبر الكحولات والفينولات مشتقات للمركبات الألفاتية والأروماتية أو الماء هقوله والله مشتقات للمركبات الألفاتية لإني لو بدلت لو بدلت زرت هيدروجين جوه المركب الألفاتي بمجموعة أو إتش هيتحاول يبقى كحول ولو بدلت بنفس الفكرة ولكن في المركب الأروماتي ودخلت مجموعة أو إتش فيتحاول لفينول أما بالنسبة إزاي يعتبر الكحول والفينول مشتقل المية هقوله ببساطة لو عملت استبدال للهيدروجين اللي موجودة جوه المية بمجموعة ألقيل فيتحاول يبقى كيمنه كحول ولو عملت استبدال للهيدروجين بمجموعة أرايل فيتحاول ويبقى فينول وبكده يبقى خلصنا العلاقة اللي بين الكحولات وبين الفينولات لما نتعرض لحاجات تانية هنبدأ نقول برضو إيه الفرق بينهم وإيه الحاجات المتشبهة في الأجزاء اللي جاية إن شاء الله هنبدأ دلوقتي مع بعض هنبدأ نتكلم على الكحولات بقى لوحدها نبدأ نشوف التسمية بتاعتها ونشوف إزاي بنسميها دايما خدنا في الدروس اللي فاتت في تسمية الألكانات والألقينات والألكانات فهمنا أن الكيمية العضوية بتكون معتمدة على ثلاث طرق من التسمية ولكن احنا ما تعرضناش ديهم كلهم أول طريقة من التسمية كانت التسمية الشائعة ودي اللي استخدمها العلماء زمان يعني كانوا بيسموا المركب بناء على حاجة المركب ده مشهور بيها سواء المكان اللي اكتشفوه فيه أو بلد أو اسم عالم أو اسم حتى صناعة بنستخدم فيها المركب ده وده كان نوع من التسمية وبقولنا أن ده مش هينفع مع المركبات الكتير الموجودة في الكيمية العضوية وبعد كده طلع نظام الأيوباك أو بنقول عليها التسمية النظامية يعني بنسمي المركب بناء على النظام بيعتمد ان انا لو شفت المركب اقدر اسميه وببساطة لو معايا اسم المركب اقدر ارسمه وبيعتمد على عدد زرات الكربون والتفرعات والاشكال اللي بيقدر يكونها كل مركب تالت نوع من التسمية وده اللي احنا مش هنشوفه او مشوفناهوش ولكن يعني هي معلومة ممكن تعرفوها حاجة اسمها التسمية المشتقة يعني بسمي المركب بناء على المركب اللي احنا شتقناه او حضرناه منه ولكن احنا مش هنتعرض لها بس عشان نبقى عارفين طيب الكحولات عندي تسمية اي بقى؟ عندك العادة تسمية شائعة ودي هنلاقيها كتير وعندي تسمية ايو باك طيب نعرف الاتنين ازاي وازاي نفرق بينهم هناخدها ببساطة ونبدأ نشوف ايه الفرق بين الاتنين لما يبقى عندي كحول زي ده كده احنا قلنا الاول الكحولات الصيغة العامة لها عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة القيل متصلة بو اتش يعني ممكن اسمي الجزء بتاع القيل وسمي الجزء بتاع الو اتش ده اللي اعتمد عليه في التسمية الشائعة ازاي؟ زي كده الكحول اللي احنا خدمها مثلا سي اتش سري سي اتش تو او اتش بيعتمد انه بيسمي كل حاجة لوحدها علشان المركب ده فيه مجموعة او اتش فأول حاجة حطها في الاسم هي كلمة كحول انا دلوقتي بتكلم على التسمية الشائعة ازاي كانوا بيسموه تسمية شائعة وعلشان ده مجموعة ايثايل فكنت بقول عليه كحول بقول كلمة ايثايل وعلشان تبقى التسمية شائعة اكتر فكنا بنقول عليها كحول ايثيلي وده اللي كان بيميزة بقول عليه كحول ايه ايثيلي طب لو اسمي نفس المركب ولكن بالايوباك بقيت سمي ازاي؟ هاعتبر عادي ان سي اتش سري سي اتش تو او اتش هاعتبره انه هو كمركب الكان من عيلة الالكانات يعني هتصرف او هتعامل معاك انه الكان وهبدأ اشوف في كم زرد كربون يعني السلسلة اللي عنده فيها كم زرد كربون هلاقي هنا عندي ادي واحد ادي اتنين فقول عليها ايثان صح كده؟ المفروض ولكن قال لي بقى علشان ده كحول وفي مجموعة او اتش فانا هحط مقطع في النهاية يقول يدل على ان ده كحول طب الكلمة نفسها بالانجليزي اللي هي الكحول نهايتها ايه؟ اخيرها او ايل طبعا بعد ما تعربت بقيت ايه؟ بقيت وولام فبنضيف ايه؟ بنضيف مقطع وولام في نهاية السلسلة عندي علشان تقول لي ان ده من الايه؟ من عيلة الكحولات ويبقى اسمه ايه؟ ايثانول بنفس الفكرة لو بقى عندي مركب زي كده سي اتش سري او اتش طيب لو شائع هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى اسمه كحول علشان في مجموعة او اتش كويس طب المجموعة دي اسمها مجموعة ايه؟ ميثايل وعشان شائع هنضيف فيه في الاخر فهيبقى اسمه كحول ايه؟ ميثيلي طيب لكن لو نفس المركب ده ولكن هيتسمى ايوباك هندي سي اتش سري او اتش فهيبقى اسمه ايه؟ هنسمي كاطول سلسلة اطول سلسلة فيها زر الكربون واحدة يعني ميثان وعلشان ده كحول فهنحط في الاخر المقطع اللي بيعبر لي ان ده من عيلة الكحولات بناء على نظام الايوباك اللي هو الواولام ويبقى ميثانول في الامثلة اللي فاتت كلها شفنا ان مجموعة الو اتش كانت موجودة في اول زرة من المركب ازاي في اول زرة؟ يعني مثلا احنا خدنا الميثانول دلوقتي كنا لسه بنسميه فخلاص الو اتش كانت مرتبطة باول زرة في السلسلة ده كان في الميثانول كويس طيب في الاسانول كان سي اتش سري سي اتش تو او اتش برضو الو اتش كانت متصلة باول زرة في المركب ما هي لو الو اتش دي كانت متصلة بزرة الكربون دي كنت برضو هعتبرها رقم واحد لو افترضنا ان المركب اللي عندي فيه ثلاثة او اربعة يتسمى ازاي؟ والله زي كده مثلا والله لو المركب ده هسميه تسمية شائعة فعادي عشان فيه اتش هقول ايه؟ كحول وعلى عشان دي مجموعة الكايل فيها ثلاث زرات كربون كنا نقول عليها ايه؟ مث يعني فيه زر الكربون واحدة اث يعني اتنين بروب يعني تلاتة فاقول عليه كحول ايه؟ بروبيلي كحول ايه؟ بروبيلي ده لو كان تسمية شائعة طب لو كان ايوباك عادي كنت اسمي اطول سلسلة كربونية اللي هي تعتبر ايه؟ بروبان وعلى شان ده كحول كنت احط اول بس هنا بقى تفرق عندي حاجة صغيرة الاتنين اللي فوق دول انا كنت عارف موقع الو اتش انها متصلة دايما باول زرة طيب هي ترى الو اتش دي متصلة لو كانت هنا كنت اقول واحد ولو هنا اقول واحد طب لو هنا مش كنت اقول اتنين يبقى واجب علي طالما التفرع اللي عندي او الحاجة اللي عندي اللي انا عايز اعرف مكانها فين ليه اكتر من احتمال يعني ليها احتمال مثلا انت موجودة في الاولة في التانية في التالتة لازم وانا مقبر ان انا ادي لها رقم لازم اقول اي احتمال تاني غير انها تبقى موجودة فين فاقول زرة فعشان كنت مقبر في المقبر في المركب ده ان انا اقول ايه واحد بروبانول على اعتبار ان الزرة او قصدي مجموعة الو اتش دي تبقى موجودة في اي زرة ايه موجودة في اي زرة تانية طيب لو كانت الو اتش دي موجودة هنا يعني موجودة في النص هنا كنا نسميه ازاي طبعا نفس الفكرة كنت اختار برضو اطول سلسلة كربونية عادي خالص واقول عليها بروبان وعلشان ده كحل فاقول قول هقول برضو بروبانول نفس الفكرة كلها ولكن هو متصل بزارة الكربون رقم كم في السلسلة رقم اتنين فاقول عليه اتنين بروبانول المركب ده ازاي اسميه اا شائع دي علشان نفهمها اا لسه هناخد جزئية كمان وهنشوف ايه هنشوف ازاي بتتسمى بس احنا ممكن نقول عليها كحول بروبيلي المركب ده اقول عليه كحول ايزو بروبيلي الكلمة اللي انت دخلتها دي كلمة او مقطع ايزو ده بيعبر لي ان زارة الكربون اللي متصلة بالأو اتش معاها مجموعتين الكايل كمان او متصلة بمجموعتين الكايل يعني مثلا زارة الكربون دي كانت متصلة بمجموعة الكايل واحدة فما حطتش قبلها المقطع ده ولا دي نفس الفكرة في التسمية الشائع لما تكون زارة الكربون اللي متصلة بالأو اتش عندها مجموعتين كربون هنديلها مقطع ايزو وفي حتة كمان زيادة هناخدها او هنقول يعني ازاي ممكن نصدمها في التسمية ولكن بعد ما نشوف لايه تصنيف الكحولات يبقى كده مفيش اي مشكلة في فكرة التسمية يبقى انا قلت دلوقتي ان انا عندي نوعين من التسمية نرتبهم كويس قلت عندي تسمية شائعة بقول لبز الكحول في البداية على اعتبار ان دي كحولات واسمي مجموعة مجموعة الالكايل اللي موجودة وبعد كده اضف لها اضف لها حرف اليا لو كانت مجموعة الو اتش في التسمية الشائعة متصلة باي زارة جوة يعني الزارة التانية او تالتة في الغالب هتكون الزارة زارة الكربون المتصلة بالو اتش دي معها مجموعتين الالكايل كمان فلايزم اقول عليها مقطع ايزو او الكحول ايزو بروبيلي ولكن لما بيقتر عندي ببقى فيه ثلاث زارات كربون او اكتر ببقى مجبر ان انا اقول موقع او مكان الو اتش سواء كانت واحد بروبانول او حتى اتنين بروبانول اا نمسح دول ونشوف كده امثلة تانية هنكمل مع بعض بالامثلة دي هنشوف اول مثال عادي هنسمي بقى اا تسمية ايوباك انا دلوقتي اول حاجة عادي هبدأ اختار اطول سلسلة كربونية تكون زارة الكربون فيها مبتصلة بالو اتش يعني مثلا افترض ان السلسلة دي اطول فما كنتش هينفع ااخد السلسلة دي كده لان انا عايز الحاجة اللي فيها المجموعة الوظفية زي ما كنا بنعمل في الالكينات ونختار اطول سلسلة فيها الرابطة الصناعية او في الالكينات ونختار السلسلة اللي فيها الرابطة السلسية فاختار كده اطول سلسلة كربونية اهي مجموعة الو اتش دي ما نساهاش اي حاجة ما دخلتش بالسلسلة اعلم عليها في دايرة كده عشان ابقى عارف ان دي تفرع ابقى عارف ان دي ايه تفرع وابدأ اسمي ادي كده ايه زارة كربون يبقى مث اث بروب بيوت بنت بنتان بنتان وعلشان دك حل فحط وو لام فتبقى بنتانول هل انا عارف مكان الو اتش ليها اكتر من احتمال بيبقى لازم اديها رقم طيب اديها رقم خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ولا ادي لها رقم واحد اكيد اديها رقم واحد هي اللي هي الاولوية فقول واحد بنتانول كده الاسم خلص هتقولي لا استنى انت كده سميت السلسلة اللي فيها مجموعة وظيفية وكامال احطت لها رقمها بس انت ناسي الدايرة اللي انت كنت عاملها هنا فيه فرع عندك ناقص طب الفرع ده ترى اسمه ايه اسمه ميثايل كويس يبقى الاسم خلص لا قرضو ما اخلصش انا عرفت ان فيه مجموعة ميثايل مع الواحد بنتانول بس اه لا انا عرفت ما كانها ما عرفتش يبقى لازم تديلها رقم اقول كده واحد اثنين لا ما ينفعش ما انت اصلا قايل ان دي زادة الكربون رقم واحد يبقى ازاي تيجي تقول على دي رقم اثنين يبقى كده ترقيمة غلط لازم تحافظ على ترقيم بتاعك واحد اثنين تلاتة ودي تاخد رقم اربعة مش رقم اثنينة ناخد تاني مركب بنفس الفكرة اختر اطول سلسلة كربونية برضو هتكون فيها الكربون متصلة بمجموعة الوا holds هي مفيش اللي هي واحدة بس اللي هي اسمها ايه برضو خمس زرات كربون فيبقى برضو بنفس الفكرة بينتانول ونتدقى نشوف الترقيم بتاع الوا pres طبعا هتديها رقم اثنين فيبقى اثنين بينتانول المسال التالت عندي نفس الفكرة ادي مجموعة الوا rés وادي السلسلة فيها اربع زرات كربون فيبقى بيوتانول وطبعا نقيتش متوصلة بزارة الكربون رقم واحد فيبقى واحد بيوتانول تمام هنكمل مثالين كمان بعد ما نبدأ نخش فيه تصنيف الكحولات ونبدأ نشوف هنقسمهم ازاي هنتكلم مع رب دلوقتي عن تصنيف الكحولات ودايما لما تسمع كلمة تصنيف في اي مكان قبل ما تفكر تشوف ايه هو التصنيف ده لازم تفهم هو انت بتصنف حضرتك على اي اساس يعني على اي اساس اتصنف لواحد واثنين وثلاثة واربعة مليون دعنا نشوف اول حاجة الكحولات عبارة عن مجموعة الكايل متصلة بو ايتش كويس تب ايه اكتر حاجة تميزة والله هي مجموعة الو ايتش بتاعتها المجموعة الوظفية بتاعتها هنصنفها بقى على اي اساس وليه علاقة بالو ايتش قالك هنصنفها على اساس عدد مجموعات الو ايتش اللي موجودة على حسب عدد ايه في كم او ايتش عندي هو انا ممكن الكحول يبقى فيه اكتر من او ايتش اه طبعا ازاي تعال نشوف هنقسم الكحولات دي للكحولات اوحادية الهايدروكسيل يعني ببساطة عندها مجموعة او ايتش واحدة بس طيب دي زي ايه اي كحول في الدنيا في مجموعة او ايتش واحدة زي مين زي الميسانول في حاجة تاني اه عندي الاسانول سي تو ايتش فايف او ايتش في حاجة تاني اه عندي واحد بروبانول او ان شاء الله السلسلة دي تكون مليون المهم يبقى فيه مجموعة او ايتش ايه مجموعة او ايتش واحدة غير الكحولات الو حادية الهايدروكسيل خلاص طبيعي بكون فيها اتنين فتبقى كحولات ايه سنعية الهايدروكسيل طب زي مين خدناه وعرفنا كمان بنستخدمه ازاي وخدنا ازاي بيتحضر الاسيلينجيلايكل سي ايتش تو سي ايتش تو فيهم مجموعتين او ايتش فيه بعد كده ايه فيه كحولات سلسية سوري سلاسية سلاسية الهايدروكسيل يعني عندها التلات مجموعة او ايتش حاجة زي الجليسرول لو بنسمع عنها قال لي طيب لو انا عندي بقى اكتر من كده يعني مثلا لو عندي اربع مجموعات او اكتر اربع مجموعات او اكتر هنحطها تحت بند انها كحولات عديدة الهايدروكسيل فعندي زي مين عندي زي مركب اسمه السوربيتول السوربيتول ده عنده ست مجموعات او ايتش وصغطه كالتالي هنكتبه في الجنب ده بس عشان المساحة صغطه كده عندي سي ايتش تو متصلة بمجموعة او ايتش وهنا عندي سي ايتش متصلة بمجموعة او ايتش ودي متكررة اربع مرات تحت بعض ويبقى عندي سي ايتش تو او ايتش وده تبقى صيغة مين ده السوربيتول ويعتبر هو كحول عديد الهايدروكسيل يعني عنده اكتر من مجموعة او ايتش عنده ست مجموعات او ايتش ده كده تصنيف الكحولات ككل ايه اللي هناخده بعد كده هناخد تصنيف الكحولات احدية الهايدروكسيل هي دي كمان ليه هتصنيف اه قصد دي المحور اللي هنتكلم عنه الفترة اللي جاية كلها هتقول لي تابوا الباقيين صنعية الهايدروكسيل وسلعية صنعية الهايدروكسيل وعديد الهايدروكسيل ببساطة هناخد بس عندها امثلة واستخدامات ولكن كل الكلام والخواص والتفاعلات هتم على الكحولات ايه احدية الهايدروكسيل هنشوف دلوقتي ازاي هنقسمها الكحولات احدية الهايدروكسيل والله هي تعرفها والله هي الكحولات بيكون عندها مجموعة هيدروكسيل واحدة هنقسمها على اي اساس لسه نفس السؤال اللي كنت بقى اقوله دايما لما يقولي لفظ تصنيف لازم تفهم على اي اساس قال لي على اساس كده زرة الكربون اللي بتكون متصلة بال-OH دي كده بنقول عليها اسمها مجموعة الكاربينول وعلى اساس المجموعة دي هنصنف الكحولات وحديات الهيدروكسيد طيب ايه مجموعة الكربينول دي مجموعة الكاربينول قلنا كده هي زرة الكربون اللي متصلة بمجموعة ال-OH جوه الكحول دي كده على بعض بنقول عليها مجموعة الكاربينول طب زرة الكربون لوحدها بقول عليها زرة الكاربينول يبقى لو قلت لفظ زرة يبقى اصدي على الكربون قلت مجموعة يبقى اصدي المجموعة كلها طيب مش فاهم ما لها المجموعة دي والله قص المجموعة دي انا عارف ان الكربون نكبرها هنا دي عندي C متصلة بالمجموعة OH دي ال-OH بتاع الكحول وحدي الهيدروكسيد دلوقتي ال-C دي اربعية التكافؤ يعني معنى كده ان انا عندي كام رابطة كمان عندي تلات رابط طيب برضو ما فهمتش ازاي هنقسم قال لي والله على حدثة بالتلات رابط اللي باقيين دول لو زرة الكربون دي فيها مجموعتين هيدروجين ومجموعة الكايل واحدة فهسمي ده انه كحول اولي هقول عليه كحول ايه اولي تاني احنا قلنا دلوقتي ايه كحولات وحدية هيدروكسيل تصنفنا على مجموعة الكربينول قال لي زرة الكربون اللي متصلة بال في الكحول الامحادي وافرق بنفذ اوحادي ولفذ اولي لان الاثنين مختلفين عن بعض اولي انا الكحول اولي لو افترضنا ان زرة الكربون دي مش متصلة باثنين هيدروجين ومتصلة بتنين الكايل وواحدة هيدروجين فاقول عليه كده ان اوها كحول ايه كحول ثانوي يبقى اولي وثانوي وفرق بين اولي ووحادي ولفظ سانوي وسنائي لما اقول كحول سانوي يعني كحول ببساطة عنده مجموعة ويتش واحدة ولكن زرة الكربون اللي بتنصلها بالويتش دي عندها اتنين القايل لو افترضنا بقى دلوقتي الاحتمال الاخير ان تلاتة كلهم يكونوا مجموعات القايل كده فببساطة هقول ان الكحول ده كحول ايه كحول ثالثي وبكده تبقى خلصت تأسيمة ميم تأسيمة الكحولات وحضرية الهايدروكسيل لتلات حاجات قلنا بناء على مجموعة الكاربينول كحول اولي يعني زرة الكربون اللي متصلة بالويتش جوه الكحول متصلة بزرة ايه او سوري بمجموعة القايل وكان هنا في اتنين اتش تاب سانوي شلت اتش وزودت مجموعة القايل تاب ساليسي شلت كل الاتشات وخليت تلات مجموعة ايه القايل تابدي تفري معايا تفري معايا جدا 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 في التفاعلات وكمان في التسمية ممكن نستغل الحتة دي في التسمية اللي قلنا عليها في اول الفيديو زي ايه زي القحول ده اللي احنا كنا لسه مسمينه من شوية الكحول ده من شوية لما جينا نسميه التسمية الشقيعة قلنا عليه القحول ايزو بروبيلي ممكن من اللفظ ثانوي نستغل التسمية دي اقول عليه كحول ايه كحول بروبيلي ثانوي يبقى بدل اللفظ ايزو ممكن اقول كلمة ثانوي ولكن في اخر التسمية ودي برضو تعتبر تسمية شائعة وبكده يبقى يكون خلصنا الجزء الخاص بتسمية الكحولات وخلصنا الجزء الخاص بتصنيف الكحولات يبقى نراجع كده سريعا اقولنا الكحولات في التسمية عندي فيه تسمية شائعة وفيه تسمية ايوباك اما بالنسبة للتصنيف بنصنف الاساس على احساس عدد زرات او سوريا عدد مجموعات الهايدروكسيل لكحولات وحديث الهايدروكسيل وصنعية الهايدروكسيل وسلسية الهايدروكسيل وعديد الهايدروكسيل وبعد كده اقولنا هنكمل باقي المنهج على الكحولات على الكحولات وحديث الهايدروكسيل وخدنا التصنيف بتاعها دلوقتي بناء على مجموعة الكاربينول لاولي كوسانوي كوساليسي وقلت ان اللفظ ده ممكن استخدمه في التسمية سانوي او ساليسي تمام؟ ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نكمل تحضيرات الكحولات مع بعض